وأيضا موقعنا على الفيسبوك لمن يريد أيضا أن يسأل أي سؤال ويمكن أول سؤال جاينا على الفيسبوك يا شيخ رمضان أحد المرحدين بيقول أنا كنت أؤمن بالإله جدا وأود جميع فرائدي الدينية لكنني تعرضت لمشاكل كثيرة في حياتي لا بل مصائب وأشعر بأن الإله لا يلبي لي رغبتي بأن أحيا في سكينة وهدوء وبعد مرحلة بدأت أشعر أن أوضاعي تذهب دائما إلى الأسوأ وأن لا جدوى من الدعاء الذي لا يؤتي أي نتيجة ولا جدوى من الإيمان العاجز عن مساعدتي بشيء أنا الآن أعاني من كثير من المشاكل النفسية وأشعر بلا جدوى من الإله ومن الدين كله ترد عليه تقول له إيه بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صلي على سيدنا محمد نور الأنوار وزين المرسلين الأخيار وأفضل من أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار وعلى آل بيته الطيبين الأطهار وارض اللهم عن الصحب الكرام من المهاجرين والأنصار وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما أفهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا عليك توكلنا وإليك أنا ابنا وإليك المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي اللهم أمين نيجي على الجزء يا دي بقى بتاع إن إنسان يتعرض لمحن شديدة وابتلاءات شديدة وبيدعي ربنا سبحانه وتعالى بيقول دون جدوى في حين إن إحنا لو جبنا شرائح كثير جدا من البشر شوف ونيجي نقول لهم أنت تعرضتوا لمحن يقول لك آه طب ودعيت ربنا يقول لك آه واستجاب لي كم السنة ضر فصرفه الإله عنا وولى بعده يسر كم السنة عسر فصرفه الإله عنا وولى بعده يسر لا ييأس المرء من روح الله فما ييأس منه إلا عصبة كفر إني لأعلم أن الدهر ذو دول وأن يوميه ذا أمن وذا خطر دا عمل زي إيه يا حضرات زي طلبة واحد زاكر وتعب وبعدين جه امتحن ولك الحمد لله والله ربنا ما بيضيع تعب حد والله أنا ذكرت وحليت وربنا وفقني ونجحني تمام كده وواحد تاني دخل الامتحان هم طلبين منه اكتب ما تعرفه عن معركة القادسية فكتب ما يعرفه عن معركة اليارموك وطلع يقول أنا حليت وما نجحتش واحد يقول أنا دعيت ولقيت نتيجة للدعاء انت دعيت ربنا قبل كده وليقيت نتيجة الحمد لله طب يبقى القعدة اللي بقولها دي غلط طالما حصل عكسها تبقى غلط وفي ناس دعت ربنا وحست ان ربنا ما استجبلهاش ليه بقى اقول له حضرتك زي الرجل اللي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وصل صلى وبعد ما خلت صلى رح سلم عن النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي قال له عليه السلام عليك سبحانه وبركاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي وما لو كان بيحمل ايه وصل رح صلى ورجع تاني للمرة التانية وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام النبي رد عليه الصلاة والسلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي المرة التالتة نفس الموضوع فالراجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام علمني طب اصلا بصلي ازاي يعني انا بصلي الصلاة غير مطابقة للمواصفات طيب هو ربنا في القرآن الكريم الإله اللي بنا دين له حدثنا عن المصائب وحدثنا عن الابتلاءات وحدثنا إيه اللي بيحصل والإنسان بيبتلى ولا بيعاقب وهل ده عقاب يعني اللي يعافي مشكلة هو ربنا كده بيعاقبه ولا بيبتليه يعني في آية وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ يبقى فيه ابتلاء من ربنا أنه ولله المثل الأعلى زي الأب ما بيقرس ودنه عشان يعلمه حاجة وليه تغلط وفيه ابتلاء تاني من ربنا لرفع درجة الإنسان بيتحرك من المرحلة الإعدادية للمرحلة الثانوية كلمة ابتلاء يعني امتحان فلازم ربنا يبتليه عشان ينتقل المرحلة الأعلى لازم يمتحنه يعني والقرآن يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فأباجأ أقول له أنت حضرتك لو تعرضت للمنهج وعرفت فن الابتلاء في القرآن والسنة زي ما واحد قاعد يعتص 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 وعنده رشح أعزكم الله بيعمل إيه المفروض يروح للدكتور يقول له هو إيه دا يا دكتور أصلا عندي رعشة في جسمي كده وارتفاع في درجة الحرارة فالدكتور يسأله طب في رحش آه في رشح يقول له آه في طب آه بكوح يقول له الكوحة دي نشفة ولا كوح أول أقول له أنت حضرتك ما تعلمتش إيه هو الابتلاء عشان تعرف هو الإله بيحبك ولا بيكرهك النقطة التانية بقى بتقول له أنا بادي إيه والدعاء دا ملوش نتيجة دا عامل زي إيه زي واحد طالع يصطاد عايز يصطاد حمام واخد مععلبة منديل يصطاد بيها ويمسك منديل وقول له أنا أصدق أقول له لا بص حضرتك الدعاء ممكن ما يجيبش نتيجته لأحد أسباب مثلا دا فلو الناس عرفتها ما تزعلش من ربنا هو الأول ربنا بيقوله قال ربكم أدعوني أستجب لكم ركزوا قوي أدعوني أستجب ولا أدعوني أستجب لكم ها أدعوني لكم هو ما قالش أدعوني أستجب بس لكم قال أدعوني أستجب لكم أنت بتستجيب لطلبات ابنك يا دكتور عمر مش كل الطلبات أيوة يبقى أنت بتستجيب لطلبات ابنك ما فيها مصلحة له فجي قال لك يا باب أنا عايز الموتسيكل تقولي الموتسيكل فين يا ابن فين دا هجري بيه على المحور محور إيه يا ابن دا اللي رجبين عرب البيت بيعملوا حوادث فأنت قلت له لا 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 سبك من الموتسيكل دا أنا هجيب لك عربية هل أنت استجبت لبنك أم لا ما استجبتلوش طلب حاجة بألف جيبت له حاجة بمئة ألف هو فاهم أنك ما استجبتلوش بس أنت عطته حاجة أحسن يبقى الأول لازم نحط نوضح لمشاهدين الكرام أن ربنا لما وعدنا بالاستجابة قال أنه يستجب بما فيه مصلحة لنا ابن الصغير عايز يفتح الشباك ويقف على الشباك وهو ساكن في الدولة 14 أكيد طبعا مش هفتح له الشباك أقول له لا يا حبيب اتفرج وانت قافل الشباك لا لا ويقعد يصرخ ويعاير أولاد عنده سنتين ثلاثة ما فتحلوش الشباك أنا كده استجبت لي ما أنا ممكن أقول خلاص بقى أنا استجب لطلبه أفتح الشباك واللي يحصل له يحصل له لا الدعاء عشان يؤتي ثماره عشان يجيب نتيجة لازم يلزم شروط ثلاثة شرط الأول حال الداعي اللي هو جهاز جهاز الإرسال النبي عليه الصلاة والسلام يقول وعلمه أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله فهل أنت جيت قلت يا رب قلبك كان مركز وانت بتدي ولا بتقرأ كلام من ورقة كده زي أي حد بيطوف حوالين الكعب وبيقرأ من الكتاب هذه أول نقطة النقطة التانية أنت لو بتصيب هدف بنقول أول حاجة قوة الرامي أنا بنشن اللي هو الدعاء قوتك أنت قوة قلبك اثنين الشيء اللي أنت بتدعي ده أو اللي أنت عايز تصيب به الهدف اللي هي الدعوة صح ولا غلط ما لازم تبقى صح ويبدو هنا أنه بيمر بأزمات يعني مدية نحن بنعلمه بقى يا دكتور آه بنعلمه إنك لما تيجي تدعي ربنا لازم أول حاجة يكون قلبك سليم تركز أول أنت بتدعي يا ربنا قدو الله وأنتم موقنون بالإجابة اثنين الدعاء اللي أنت بتدعيه الجمل اللي أنت هتقولها لازم تبقى صح بمعنى وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبل دعاء في إثم أو قطيعة رحم واحد وقف يقول يا رب اجعلني من العشرة المبشرين في الجنة يعني هو يشيل واحد يعني هو يشيل واحد من العشرة المبشرين وقطي إسمه كده واحد يقول يا رب ارزقني الخلودة في الدنيا ما فيش دعاء كده يا رب ارزقني الوسيلة اللي هي مقام النبي في الجنة إذا كان مقام النبي ده للنبي يعني مش لسيدنا إبراهيم الحاجة الثالثة اللي يكون هناك حائل يحول دون الدعاء الأفرد أنا بنشن على أصطاد طائر معين وما بينه وما بين الطائر ده حائط هصطاده إزاي فعشان الدعاء فأنا بجأ أقوله أنت الأول لازم تعرف فن الابتلاء إنه ربنا سبحانه وتعالى بيبتل الناس ليطهرهم من الذنوب أو يرفع درجتهم وإن العطايا على متن البلاية يعني هتولي واحد في الدنيا ابتولي وما خدش نتيجة ابتلاءه في الدنيا الأول لأن ربنا قال فإن مع العسر يسرى إنه مع العسر يسرى الحاجة الثانية إنه الابتلاء ده ممكن يكون رفع لدرجتك الحاجة الثالثة إنك تعرف الدعاء إزاي لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ده بيستجيب للكافر والله ربنا ده استجاب لإبليس يعني إبليس قال له أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين صح ولا لا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا بيقول لناس الكفرة بقول لهم ده أنتوا لو ركبين مركبة في البحر وهاتغرأوا بتقولوا يا رب فلما ينجاكم إلى البر أعرضتم يعني برضو نجاهم استجاب لهم فربنا لا يرد سائلا ترجمة نانسي قنقر